لدى بعض الناس قناعات بضرر بعض العداد الصحية والتي نحاول قدر الامكان تجنبها ولكن ماذا لو كانت هذه العداد غير ضرر من الناحية العلمية التقرير التالي يستعرض بعض تلك العداد يرى البعض بان احتساء القهوة يؤدي الى متاعب صحية الا ان البحوث العلمية تؤكد ان احتساء القهوة بانتظام يخفض من مخاطر الاصابة بالسرطان كما يفيد في تنظيم ضربات القلب ويوصل اطباء باحتساء ما يصل الى 400 ميلي جرام في اليوم الواحد ما يعادل ثلاثة اكواب او اقل من القهوة وعكس الشائع بان تناول البيض يزيد من نسبة الكوليسترول او الدهون تبين انه من المأكلات الصحية جدا لما يحتويه من معادن اساسية مثل فيتامين بي 12 والفسفور التي لا يمكن ايجادها في اطعمة كثيرة كما انه غنيهم لبروتينات المغذية للعضلات والدهون والتي تساعد على الاحساس بالشبع واشار الدراسات المؤخرا الى ان التمارين الرياضية المتقطعة ذات الجهد العلي مثل التمارين الرياضية لمدة 7 دقائق تكون اكثر فائدة لتنمية العضلات وحماية القلب من غيرها من التمارين الشاقة كما ان اخذ قيلولة في منتصف اليوم يخلق فوائد صحية كبيرة حيث وجد باحثون ان القيلولة تساهم في اعادة المؤشرات الحيوية المرتبطة بالمناعة الى معادلاتها الطبيعية اضافة الى مساعدة بعض الاشخاص لحل المشكلات عند تضاؤل طاقتهم وتركيزهم اما بالنسبة لاعتقاد البعض بان كثرة التنبيهات لتطبيقات التواصل الاجتماعي يسبب القلق اثبت عدم صحته وذلك عندما حاول باحثون حل مشكلة القلق عبر خفت صوت التنبيهات بالكامل ادى ذلك الى شعور الناس بقلق اكبر